ليه الحكومة مش قادرة على التجار اللي بيرفعوا الأسعار بشكل مبالغ فيه والغاية إمتى هيفضل الجشع بيتحكم في الناس وهل الحكومة مظلومة في كسة الأسعار ولا المفروض تعمل إيه كل ده هتلاقوه في الفيديو وخليكم معنا لآخر من ساعة أزمة الدولار السنة اللي فاتت وارتفعت الأسعار بشكل غير مسبوك في الأسواق المصرية ورغم أن زيادة الأسعار كانت منطقية مع ارتفاع الأسعار العالمية نتيجة الأزمات الدولية من ناحية ومن ناحية أخرى ارتفاع سعر الدولار في السوق المصرفي واللي رفع أسعار المواد والسلع المستوردة لكن الأغرب أن الزيادات في الأسعار ما كانتش متناسبة مع الزيادات في سعر الدولار يعني ببساطة لو كيلو السكر كان بـ 18 جنيه قبل الأزمة والتعويم كان يفترض يوصل سعره بأقصى تقدير لـ 25 جنيه على سبيل المثال لكن وصل سعره لحوالي 70 جنيه في وقت من الأوقات ودلوقتي أعلى سعر ليه 60 جنيه وفرق السعر ده جاي من مافيا التجار اللي بيرفعه الأسعار بشكل كبير وعشوائي وفوق المنطقة الحقيقة الدولة دخلت في حرب مع مافيا التجار وخدت إجراءات كتير لكن لسه السوق فيه تلاعب ولسه الأسعار أعلى بكتير من الأسعار المنطقية للسلع بحسب قوانين السوق النتيجة أن الحكومة بتضيع وقت كتير جدا في مواجهة ارتفاع الأسعار وده بعد ما بقى الجشع والطمع هو اللي بيتحكم في الأسواق وظهرت في كل سوق مافيا وإصابات لاستغلال الحالة الاقتصادية في تحقيق مكاسب بالملايين ووصل الحال بالتجار أنهم يعملوا جروبات على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الواتساب عشان ينصقوا عمليات زيادة الأسعار ويسحلوا المواطن بدون أي رحمة وده اللي اكتشفته الأجهزة المختصة في الأيام اللي فاتت وتحديدا في سوق البيض واللي شهد زيادات غير مبررة واتضح أن الموضوع كله لعبة من التجار واللي بقى بينهم تواصل لتحديد سعر البيض من أول خروجه من المزرعة والغاية توصوله للسوبر ماركت اللي تحت بيتك وتم أحالة أكتر من 21 تاجر من حتان سوق البيض للنيابة العامة بتهمة الاحتكار والتآمر لرفع الأسعار للأسف اللي بيحصل في سوق البيض بيحصل في كل الأسواق التانية ولسه بيحصل زي سوق السكر واللي رجع يرفع تاني بعد أزمة كبيرة اختراعها التجار المسيطرين واللي اكتشفت لعبتهم وتم أحالة العشرات منهم للأجهزة المختصة وتلع إنهم مافيا كبيرة بتضم تجار جملة وموزعين وأصحاب مصانع تعبئة ومسؤول كبير في التموين وغيرهم وكلهم اتفقوا على المواطن وده للأسف بيقول إن التجار ما بقاش حاجة بتهمهم غير المكسب حتى لو على حساب المواطن الغالبان وحتى لو الدولة في أزمة وخطر بسبب الأحداث الخطيرة اللي حواليها ورغم كل الجهود اللي بيعملها الرئيس السيسي والحكومة للتخفيف من أثار الأزمات الاقتصادية لكن لسه مافيا الأسواق إيديها طويلة وبتفرد كلمتها ووصلت الزيادات لكل الأسواق مش بس في الأكل والشرب لكن حتى أسواق قطع الغيار واللي ولعت في الفترة الأخيرة ليه بنقول كده عشان حضرتك الموضوع زاد عن حده وتجار الأزمات بقى وصابات زي ما قولنا وفي الوقت اللي الدولة بتحارف فيه عشان توفر السلع للناس بأسعار مناسبة وعشان كده لازم الحكومة تاخد إجراءات صارمة ضد كل تاجر يثبت تلاعبه بالأسعار حتى لو وصلت لمصادرة بضعته ووقف نشاطه التجاري وتغريمه مبالغ كبيرة تساوي قيمة اللي أخده من الناس من غير حق وبغير كده هتفضل الأسعار تزيد طالما التجار محدش بيحاسبهم بشكل رادع وهنسمع كل شوية مبررات جديدة لارتفاع أسعار السلع والخضروات والفواكه إبرقون فتوح دمتم في أمان الله بانكير نض البنوك